ينضم إلينا هنا في الستوديو المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باشن مرحبا بك دكتور وشكرا على حضورك معنا مرحبا بك ومشاهدة الأخبارية نعم مشروعات سكنية مشروعات اقتصادية ومشروعات ثقافية ومعرفية في المنطقة الشرقية دشنها وسيدشنها خدم الحرماني الشريفين في الأيام القادمة ما أثر كل هذه المشروعات على تنمية البلد والسير بسكان هذه المنطقة وهم حوالي خمسة ملايين نسمة في المنطقة الشرقية إلى سبيل الرفاه بسم الله الرحمن الرحيم ما في شك أول حاجة أنه كما تكرمت ما هو أثرها على التنمية التنمية في الواقع هي مسيرة ومنظومة من الأمن وكما تكرم صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية بأن الآن نحن في المنطقة الشرقية ووجود خادم الحرمين الشريفين بين أبناء وفتحة فهي التنمية الحقيقة هي منظومة من الأمن الاستقرار إضافة إلى الماضي ثم مشاريع تعطي زخم وإضافة وخاصة أنك الآن في توجه جديد لتخصيص بعض المشاريع التي قابت وأصبحت منتجة فأنت تحتاج أن تعوضها بمشاريع أخرى تضيف إلى التنمية وتظل هذه العجلة التنمية لو أخذنا الخريطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه والمسيرة التي على أبنائه ووصلنا الآن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين سنجد الحقيقة أول حاجة أن المملكة العربية السعودية تنعم بثروات بدأت صناعة النفط واستخراج النفط ثم صناعة البتروكيميا والآن ننتقل إلى صناعة التعديل واستغلال التعديل وبالإضافة إلى هذا طبعاً زي ما أشرت في تقريرك هي عملية بدينة رأس الخير والذي ستنظم إلى الجبال وينبع فإذن أنت أصبح عندك تكامل اقتصادي وتنوع اقتصادي نفط بثروكيميا ومعادل في نفس الوقت عندك الاهتمام بالبنية الأساسية من الطرق والسكر الحديدية المواني محطات التحلية محطات الالتاج الكهربائي فإذن التنمية ليست مجرد مجال واحد وهنا عندما تكون أي رؤية أو أي توجه اقتصادي والتوجه الاقتصادي يأخذ فترة زمنية يجب أن ينبع أول شيء من مقدرات الاقتصاد دفسه عندما نقول مقدرات الاقتصاد المواد الخامل الموجودة القوة البشرية القيادة والاستقرام والعبد فإذن والحمد لله هذه كل العوامل ذات تميز أو ذات إضافة إلى المجتمع فنعم هذه تعطي إضافة ما في شك إلى عملية بصيرة التنمية نعم في كلمة قدم الحرماني الشريفين اليوم في قصر هجر بالأحساء قال إن رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي تبنيناها تستهدف في عدد هيكلة اقتصاد الدولة رفع أداء مؤسساتها وإيضا تنويع مصادر الدخل ورفع انتاجية المجتمع وعلينا جميعا أن نسعى لإنجازها حول هذه النقطة كيف يمكن مساهمة كافة قطاعات المجتمع وجميع المواطنين في تحقيق هذه الأهداف في الواقع شوف السنتاج من كلمة خادم الحرمين الشريفين طبعا أول عدم يقول أنه تبنى هذه الرؤية هنا يعطيك الحقيقة أن الرؤية دائما تنبع من القيادة قد تحتاج الرؤية هذه إلى هيكلية إلى عملية تنفيذ وبالتالي تبدأ مصانع الفكر تبدأ مصانع الخبرات تعملها لكن دائما والرؤية زي ما أشرت أنا في الأول تنبع أول حاجة من القيادة ثم من إمكانياتك فإذن الاستبرار في هذه الرؤية هو كما تكرم أو كما أشار خادم الحرمين الشريفين أنه لعملية أن تظل هذه الرؤية تعتبد على الموارد سواء كانت الموارد الطبيعية أو الموارد البشرية وكذلك اللحمة الاجتماعية في جميع مراطق المملكة والتي تميزت بهذا الامتداد ثم عملية أنه إضافة وهو ما يسمى من ناحية الاقتصاد بالقيبة المضافة بحيث أنه تبقى عملية أو مؤشرات النمو مؤشرات الإسكان مؤشرات البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية إذا تظل في نفس النهج أو تكون قريبة من نفس النهج نعم شكرا لك المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باشن وشكرا لحضورك معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك